رحلة عذاب جديدة يسارعون الركوب على متنها علما بأن المصير مجهول السماء من فوقهم مزدحمة والأرض من تحتهم تحمل أحزانهم ومآسيهم عين على المستقبل وأخرى لا ترى إلا حلم العودة ولو بعد حين وسائل نزوحهم اختلفت لكن هذه الفتاة بقيت متمسكة بحقيبة صغيرة ربما حملت بداخلها أحلاماً داقت الأرض بحملها أما هنا حضن أم لملم حنان كون لعله يخفف مصائب حياة اختفت ألوانها بنظر ربيعها الطرقات الآمنة جنوباً لم تعد آمنة وبشهادة أحد النازحين قلت قدامي والدبابات والجنود أنا قلت خلاص هاي النهاية أنا هاي النهاية بعجوبة والله بلطف الله عز وجل بلطف الله أنا نجوت حال النازحين على أرضهم في المدارس التابعة للأمم المتحدة مترد والدليل افتقار هؤلاء لأدنى مقومات الحياة إحنا شردنا من دوننا تدمرنا ودوننا تدمرات ولا ضل دور ولا دار شارع ولا دار حياة ونجينا في المدارس ولم لقين مي ولا أكل ولا شرب ولم لقين أي حاجة حتى الأمان لم يعد متوفراً هنا بعداً استهدفت غارة إسرائيلية باحة مدرسة متابعة للأونروا نجينا على المدرسة على سبيل أن الأمان موجي بجلب المدرسة هذه والمدرسة هذه سارة رعب وخبطوا مفسحة المدرسة وخبطونا الساروخ بين القصف شمالاً والنزوح جنوباً تبقى براءة هؤلاء الأطفال تبعث أملاً رغم قلته إياد حمود العربية